أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص الدولة على تعزيز الانتاج المحلي ذاتي من المنتجات والسلع الاستراتيجية لتقليص الضغط على العملة الأجنبية وفي مداخلة له خلال افتتاح مصنعي انتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية في أبو رواش بالجيزة قال الرئيس عبدالفتاح السيسي أن البنوكة المصرية ستغضي الاعتمادات المالية لتأمين الإفراج عن البضائع في الموانئة كل ما حننتج مواد بنجيبها من بره كل ما تضغط على الدولار يقل الفكرة يعني أنا بسمع كلام كتير يقولك أنتو أرجو أن انتو تخفضوا من المشاريع القومية عشان تخففوا اللي يبقى على اللي إيه على الدولار لأ يا جماعة لأ وبالمناسبة يعني ان شاء الرحمن الرحيم يمكن الدكتور مصطفى كان بيكلمني في أول مبارح يعني بيكلمني على خطته في لأن احنا كنا قلنا من شهرين أن احنا محتاجين المستلزمات اللي موجودة في الموانئ تطلع دكتور مصطفى فكان بيارد علي من يومين الخطة بتاعة خروج هذه المواد وانا مش بعلنها للناس احنا قلنا كلام وبنفزه ان شاء الله فطبعا البنوك المصرية هتغطي المطلوب بالدولار على طول لصالح الاعتمادات ديت في خلال ثلاثة اربعة ايام